السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا طبعة ابسون تلات تلاف مئة وخمسين. تلات تلاف مئة وخمسين. هتعلم ازاي? نوصلها على الهاتف او الجوال بشكل مباشر. نغير انترنت او اي شيء. نغير تعريف. اللي هي الطبعة الديركت. اول حاجة نجي نعملها. نشتجل عليها. نيجي عندي هنا. عشان نفعل الديركت الواي فاي. تمام? حاجة تانية نطلع الباسورد بتاع الديركت الواي فاي. احنا ما نجيب هنا. الدوال بتاعني. ندخل على الواي فاي. نعمل بحث. نظهر لي اسم الطبعة و جنبها اف. عشان عايز الباسورد. اول حاجة هنعملها. ونضغط على كلمة الواي فاي. مع الاتنين. بشكل مستمر. هنا. هنا هنا. الان المفاعلة في اللمباتين بشكل موتي. هذا الشكل ده. مما يستطيل على. الاستطول على. الاستطول على. الاستطول على المشكل. ضيرت 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 لمبتين يبدل اشتغلوا معاك بالشكل ده. بعد ما تشتغل معنا اللمبتين فوق تحت. لو اللمبتين اشتغلوا مع بعض تضغط على واي فاي ضغطة واحدة. حتى متستكر على الدايت. في بعضهم تضغط على واي فاي. وعلمة الااااا استعلمات. استاتيوس. مع بعض كده تلات ثواني. هتنور معي فوق. اللمبة فوق. اللمبة تحت. هنورها مع بعض. كمان ما هتستكر هنا مباشرة. في بعض الطبعات. بتطبعت هنا بتفضل تولع من فوق لتحت الفوق لتحت. اتخذ وقت طويل. اللمبتين يشتكروا زي ما صورنا كده. اللمبتين هنورة مع بعض. افضل سعيبها. تفضل تولع من فوق لتحت. سبها زي ما هي. حد ما يجب لك اللمبتين. اول ما يجب لك اللمبتين. سيديك الاختيار. فوق او تحت. تضغط اخت واحدة على واي فاي. تستكرر معك على الجزء اللي تحت. تمام. دي اول مرحلة. مرحلة الثانية. تيجي يا جميل. تنزل لي. تطبيق ابسون. تطبيق ابسون. تنزله. وتفعله. بعد ما تفعل التطبيق. تعمل البحث على برينتر. اجدك بالشكل ده كده. تطبيق. اهو. تمام. اسم الطبع. شبكت عليها. عشان انا هنفعلها بكده. الخطوات اللي هتدي لك. ان انت لازم اه. هجدت عليك رسالة. تحط الواي فاي ضيارة. اللي هو الباسورد. الباسورد الطبع. تحط الباسورد الطبع ازاي? او تطلعه ازاي? تضغط له هنا. شكله مستمر. الباسورد. هشتغل معك. حد ما تسمع صوت الطبع. بالتاكتك. يعني هتطبيق. هتطبع لك يا ريالي بقى ايه? بالشكل ده. ده في حال لو طلبت منك الباسورد. بعد بتنزل البرنامج. هتطبع لصفة كريست عليمات. هذه اول ورقة. اللي واحظنا هنا. اللي هي باسورد. دي دايريبت. اسم التابعة والموديل. اللي هي باسورد تحت. اactor دايريبت. عشان عندما تطلبه منك من البرنامج. ما تطلبه منك البرنامج. هتطبطه منك. هذا هو بصورة تبايرك والاسم بعد ما تطلب منك خلاص يبقى انت كده ايه سببت الطبعة بتاعتك على الجوال تمام ترجع تفتح الصورة دي انت عزة وتطبع سيدك تختار الصورة ناكست ثم نتجي لكلمة برين ثم نتخلص تباعة دي كلها الاستعلمات الورق ليسا جعلية هيا فعل الورق الهيد كل الكلام ده الآيبات خلاص جهزنا الطبعة بتاعتنا نعمل تحمل معك وتطبع معك الطبعة كل الصورة بالشكل نعمل حتى كمان انا شابك على الواي فاي بتاعه بقيت خالص على كل شغلي على البرنامج نعمل 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 اسمه ده كل ما يتعلق بتوصيل التابعة بالواي فاي طيب عشان نوضح حاجة الطبعة لو دخلت مباشر على الديريكت من هنا نعمل نعمل فتحنا مثلا الواي فاي ودخلنا وظهرت معنا ودخلت وعطت الباسورد مباشر مش تشتغل معاك يعني انت دخلت عليها وشبكت عليها وامورك تمام وقال لك انترنت امورك زي الفول حلو خلينا نشوف عشان ديت في خطأ كبير بيفضل بخلي الواحد يلف حوالي نفسه بطيئة م من هنا يظروب طوال جس طوال طوال طفП طوال طوال شابت على الطبع نجيب للعلامة ان انا شابت على الطبع تيجي مثلا تفتح حاجة لكي تضعها تفتح الطبعات الطبعة مش تشدر معاك يبقى لازم تكون موجود الراوتر بتاعك اي راوتر اكتر وحش انترنت الراوتر يكون موجود اهو تمام بعدين تذكر على الابسون دي بالنسبة للموديل 3000-150 تضع التاب كده تشبك معاك وتظهر معاك تطبع من خلال التطبيق يعني عايز اطبع مثلا حاجة من الواتس هعمل ايه؟ حاجة عايزة مثلا مستمر وبعدين مشاركة كل حاجة هتكون من خلال التطبيق ندخل على الابسون يفتح معايا ندخل على البرند مباشي تمام هذا كل ما متعلق بالطبع من الجوال والخطأ اللي بقع فيه أكتر للمستخدمين اتمنى أنتم استخدتم بالراديو والسلام عليكم وبرحة الله وبركاته